اشتركوا في القناة نبي كل الملفات المطروحة على مائدة اتحاد قرة قدم خلال الفترة القادمة بالتأكيد هتكون محور حادثنا النهاردة في فقرتنا الحوارية الأولى مع ناقدنا الرياضي الكبير والنائب البرلماني الأستاذ زردوان الزياتي أيضا كمان في الفقرة الحوارية الأخيرة وفي ختم حالة الأهل الليلة من يوم السبت النهاردة هيكون فيها الكابتن خالد العوضي وإطلال على الألعاب الأخرى في النادي الأهلي والنشاط الرياضي وبالتأكيد هتكون ضيفه النهاردة الكابتن سيد صابر مدير قطاع الناشئات بالنادي الأهلي حالة النهاردة فيها تفاصيل أيضا مهمة جدا متعلقة ببطولة تلكان كان مصر 2019 كاس الأم الأفريقية غدا إن شاء الله مباريات الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا في مباراتين مهمين جدا مباريتين كمان تعتبر من المستوى كلاس A السنغال وتونس في المباراة الأولى الساعة 6 على استاذ الدفاع الجوي وهذه المباراة على الورق هي مباراة ما بين المصنف أول إفريقيا على المنتخب السنغالي والمنتخب التونسي المصنف الثاني على القرى الإفريقية ثم المباراة الثانية مباراة تناجرية والجزائر القل وصفها بأنها نهائي مبكر في هذه البطولة الإفريقية منتخبين ظهروا بشكل جيد منذ بداية البطولة قوة هجومية كبيرة في المنتخبين سواء المنتخب الناجيري أو المنتخب الجزائري مباراة أكيد هتكون فيها متابعة جمهورية كبيرة ساعة 9 من مساء غد الأحد إن شاء الله على استاذ القاهرة الدولي لكن قبل كل ده بالتأكيد كمان مهم جدا نتعرف على استعدادات النادي الآلي في أسبانيا في مدينة اليكانتي خلال 72 ساعة أو تحديدا بعد غد مباراة ودية للنادي الآلي إن شاء الله يختتم بها معسقره الإعداد في أسبانيا استعدادا للمباراتين القادمتين في نهاية هذه المسابقة مسبقة الدوري العام مباراة المولين العرب ثم مباراة الزمالي ثم الاستعداد بقى للمرحلة القادمة سواء إذا كان هناك فرصة لإقامة مباراة تكأس مصر أو الاستعداد لبطولة الدوري والبطولة الإفريقية والمقرر انطلاقها حتى الآن في شهر ستمبر القادم بإذن الله الكلام عن نصف النهائي مهم جدا لأن الحضول العربي في هذه البطولة كويس جدا أنه مستمر حتى المراحل النهائية والبطولة الإفريقية لأن كمان الحضور العربي مدي للبطولة رونق بعد خروج منطقة مصر الأسف مبكرا من دور الستة عشر حضور الجماهير التونسية وحضور الجماهير الجزائرية مدي شكله طعم ولون للمدرجات في البطولة الإفريقية بالتأكيد كلنا نتمنى إن شاء الله النهائي يكون عربي على الأراضي المصرية نهائي تونسي جزائري بالتأكيد إن شاء الله يكون نهائي مصير نهائي قوي ويمكن هيتقرر هذا النهائي بعد خمستاشر سنة آخر نهائي عربي في بطولة إفريقيا للأمم الكان كان بطولة 2004 اللي صدفتها تونس وعلى ملعب استاد دارادس تونس وجهة المغرب في المباراة النهائية وفازت تونس بالبطولة الإفريقية إذن بعد خمستاشر سنة قد يتقرر نفس الأمر وتواجه تونس تونس كعام المشترك في النهايات العربية في البطولات الإفريقية إقامتها إن شاء الله يوم الجمعة القادم على استاد القاهرة في تمام الساعة السامنة مساء لازم نأكد إن البطولة رغم خروج المنتخب المصري وهو خروج مؤلم للجميع بالتأكيد بالنسبة لنا لكن بالتأكيد البطولة نجحت على المستوى التنظيمي وعلى المستوى الإداري وعلى مستوى شكل الملاعب وعلى مستوى التأمين كل حاجة نجحت في تنظيم هذه البطولة مصر نجحت في تنظيم بطولة إفريقيا المنتخب فشل لكن مصر نجحت في التنظيم وده بالنسبة لنا شيء مميز جدا أن مصر تنجح في تنظيم هذه البطولة لأن كان الوقت ديء جدا لصدفة مصر لهذه البطولة ونجاح مصر في التنظيم مش بشهادة نحن لا بشهادة الصحف العالمية بشهادة كل المتابعين وخبراء الكرة في إفريقيا وحتى الصحف الأوروبية بشهادة الاتحاد الإفريقي لقرة القدم ماكاف خلال الساعات الأخيرة وخلال الأيام الأخيرة شهادة من كل المسؤولين والمعنيين من الاتحاد الإفريقي لقرة القدم لا ننسى أن في جمعية عمومية أيضا للكاف إن شاء الله يوم الخميس القادم للمباراة النهائي وفي هذه الجمعية العمومية سيكون فيه كلمة لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقيا هيكون فيها توجيه شكر للدولة المصرية على تنظيم هذه البطولة الإفريقية لنالة استحسان الجميع وبالتأكيد قدت صعوبة لأي دولة هتستضيف الأمم الإفريقية خلال الفترة القادمة أصبح لدينا خبرات وصلنا للتوف فورم أو وصلنا للليفل الأعلى في تنظيم بطولات إفريقية بهذا المستوى 24 منتخب نقدر نقول هي بطولة دولية أو بطولة عالمية كأس عالم صغر بنكهة إفريقية نجحت مصر في وقت قياسي بعد 120 يوم من إثناء تنظيم هذا الملف للدولة المصرية نجحت في التنظيم بنسبة 10 على 10 في جميع الملفات وفي جميع المجالات المتعلقة بتنظيم أي دولة لأي بطولة قرية كبيرة مثل كأس الأمم الإفريقية حضور الجماهير الجزائرية والتونسية إن شاء الله غدا بالتأكيد كلنا سعداء بهذا الحضور وإن شاء الله بإذن الله نتمنى لهم حضور مميز ويساعدوا بالتواجد مع منتخباتهم خلال الفترة القادمة وإن شاء الله بإذن الله الفرئتين أو المنتخبين يتأهل إلى المباراة النهائية ويكون نهائي عربي من تونس والجزائر على أستاذ القيرة بالتأكيد إن شاء الله إذا وصل تونس والجزائر إلى المباراة النهائية نتوقع بإذن الله الإستاذ إن شاء الله يكون كامل العدد بحضور أيضا الجماهير المصرية عشان يكون كرنفال نهائي وحفل اختام نهائي لتغليف البطولة بشكل عام بشكل مميز منذ انطلاقها في 21.6 حتى الختام إن شاء الله يوم 19.07 نبدأ فقرتنا الإخبارية وهي عن النادي الأهلي اللي في معسكر أسبانيا منذ حوالي أسبوع وعشرة أيام وخلاص خلال الـ 48 ساعة القادمة مباراة ودية أخيرة يستكفي الجهاز الفني بقيادة مارتل لسارتي بهذا الكم من المباريات الودية وبالتأكيد نتمنى إن شاء الله إنها يكون في استفادة بعد العودة من أسبانيا للمرحلة القادمة رؤية فنية إدر مارتل لسارتي في سلس مباريات أو مباراتين مع المباراة السلسة القادمة يكون شاف كل العناصر اللي معاه سواء اللي كانت موجودين اللعيبة اللي كانت موجودة المسلم الماضي أو حتى اللعيبة اللي هتكون رجعة من فترة أعارة في الفترة الحالية زي حسين السيد وعدد آخر من لاعبي الشباب في النادي الآلي إن شاء الله تكون فيه رؤية فنية للمرحلة القادمة والاستقرار على القائمة والعناصر اللي يتم قدها سواء محلي أو إفريقي النهاردة الآلي خد تدريبين كان فيه تدريب صباحي جهاز الفني فضل النهاردة يكون فيه تدريبين بعدما الأمس كان فيه راحة سلبية لكل اللاعبين الراحة السلبية كانت بالأمس فرصة إن الجميع يبدأ يعني يستنشق أو يبدأ إنه يحضر كويس للمرحلة القادمة قدامنا لقطات حصرية من معسكر فريق النادي الآلي في أسبانيا لقطات من التدريب الصباحي اللي تم النهاردة فيه الملعب الفرعي القريب من فندق الإقامة وفي هذه اللحظات أنا أتكلم معاكم فيه تدريب مسائي بيختتم بيه الجهاز الفني استعداداته في هذا اليوم قبل مباراة الغد أو مباراة بعد غد إن شاء الله يوم الاثنين أهلي لعب مباراتين وديتين أمام سوكر سمارت الأسباني ونيوبورت كاونتي الإنجليزي كانت المباراة الأولى انتهت بفوز الأهلي 9-0 والمباراة الثانية انتهت بيتعادل الإيجابي واحد واحد الجهاز الفني قرر خضوع اللاعبين لجلسات استشفاء مكسفة ضمن معسكر الإعداد الخارجي المقام حاليا في أسبانيا اللعيبة قدت جلسات الاستشفاء المتنوعة بستلج والسونة مع التدليج والعلاج الطبيعي على فترتين الأولى كانت عاقب المراني الصباحي والتانية في هذه اللحظات عاقب المراني المسائي للتخلص من أثار الإجهاد البدني نتيجة التدريبات المكسفة بالمعسكر شيء طيب من الجهاز الفني أن يعطي كمان للعيبة يوم فري يوم راحة سلبية عشان يقدر يستعد للتدريبات القادمة وفي نفس الوقت ما يكونش فيه ضغط عصبي أو ضغط بدني على اللاعبين في معسكر الإعداد وكويس وانت بتحضر للفترة القادمة تبقى محضر الأجندة بتاعتك كويس كدا سواء على الناحية الفنية وانت بتحضر التاكتيك والخطط والتشكلات اللي ممكن تلعب بيها أو كناحية بدنية زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا هو أليخاندرو مدرب الأحمال بيحضر اللعيبة في تدريبات بدنية التدريبات دي هي اللي هيبقى الأساس عليها على مدار الموسم الفترة دي فترة مهمة جدا لأن الفترة دي هي اللي بتبنى عليها الأساس كله وبتلعب بيه مباريات الموسم بالكامل بتحضر اللعيبة في الناحية البدنية بشكل كويس بتجهز عضلات اللعيبة عشان تستحمل ضغط المباريات وبداية المباريات في بداية الموسم هتلعب أفريقيا هتلعب بدوري عند الكاس لسه في مباريات من الموسم الماضي ما انتهتش فبالتالي فترة مهمة جدا قدامنا كمان حسين عبدالدايم في صالة الجيم صالة الجيم يمكن فيه تدريبات هي قدامنا المحمود وحيد محمود وحيد خلاص يعني خلال الأيام الأخيرة بيستعد إن شاء الله لنهاء البرنامج التأهيلي ويبدأ يخش في التدريبات اليومية مع الفريل الأول خلال الفترة القادمة فبالتالي فيه شغل على كذا مرحلة وفيه شغل على كذا ملف داخل معسكر الإعداد مجموعة جاهزة بتتمرن تدريبات بدنية مع أليخاندرو ومجموعة رجع من فترة أعار زي حسين السيد قدامنا في الدور السعودي ولعيبة كانت تبعيد عن المباريات الموسم الماضي زي مو من زكريا حتى النهاردة بعد انضمام الرباع الدولي هيدخلوا فترة كمان تدريبات بدنية مع حسين عبدالدايم ومع أليخاندرو عشان يجهزوا للفترة القادمة بعد حوالي أسبوع راحة خدوا اللاعبين الدوليين بعد خروج منتخبنا الوطني من كأس الأم الإفريقية فكان الجهاز الفني بقيادة مرت اللي صارت اتفأ إنه يكون فيه أسبوع راحة والنهاردة مساء الرباع الدولي هيلطحق بمعسكر النادي الآيلي في أسبانيا استعدادا بقى للمرحلة القادمة بأكد إن التدريبات البدنية دي ده الأساس للجهاز الفني هيشتغل عليه على مدار الموسم ومهم جدا وإنت بتحضر اللاعبة من ناحية البدنية بتحط الأساس البدني صح عشان تبتعد عن الإصابات العضلية على مدار الموسم طالما يبقى فيه ضغط مباريات وفيه موسم متلاحم وفيه بداية موسم مباريات بتبقى متتالية وبعد جدا فيه معسكرات للمنتخبات الوطنية فمهم جدا تحضر كل ده فيه بداية الموسم عشان تكون لعدة كلها على تم الاستعداد للموسم القادم فترة صعبة بتبقى اللاعبة من ناحية البدنية لكن بالعكس ده بيرايح اللاعب بعد كده على مدار الموسم بيخليه في الفورما العالي وبيخليه جاهز لكل المباريات وبصراحة لقطات حصرية من داخل معسكر النادي الألي في أسبانيا بالتأكيد شيء رائع جدا لكل كرول عمل للفريق هناك في أسبانيا الخبر الآخر الألي يخد سالس ودياته في أسبانيا في السادسة والنصف من مساء بعد غد الإسنين المباراة هتكون أمام فريق أكام الإسباني دي سالس اللقاءات اللي بيخدها الأهل إن شاء الله في معسكر الإعداد الخارجي نفس توقيت أسبانيا مع نفس توقيت القاهرة ستة ونص مساء الاثنين إن شاء الله هتقوم هذه المباراة على ملعب بيناتار اللي بيبعد مسافة نص ساعة من مقر إقامة الفريق المباراة اللي تلعبوا في الفترة الأخيرة المباراة الأولى انتهت بفوز النادي الأهل بتسعة أهداف مقابل لشيء والمباراة الثانية انتهت بالتعادل الإيجابي بعدما كان الأهل متأخرا بهدف أمام فريق كونتي الإنجليزي مستر مارتل لسارتي زي ما قلت لكم بيطلب برنامج بدني خاص للرباع الدولي خلال الأيام القادمة كنت لسه بتكلم على محمد الشناوي مروان محسن أيمن أشرف وليد سليمان بعدما بيرجعوا من معسكر المنتخب وفترة الراحة لمدة أسبوع بيبدأ تجهزهم من الناحية البدنية خلال الفترة القادمة ونشوف بقى فكرة ممكن هل هيبقى لهم دور في المباراة الودية التالتة وأعتقد ده ممكن يكون صعب لأن بعد راحة أسبوع محتاجين على الأقل كمان فترة أسبوع تدريبات بدنية عشان يبدأوا يجهزوا لفورمة المباراة والتدريبات والمباراة الودية خلال الفترة القادمة أكيد هيكون معانا تليفون ويكون معانا مداخلات من أسبانيا نتطمن فيها على معسكر فريق النادي الأهل بأسبانيا لكن بعد نهاية تدريب المساي نكون كل إن شاء الله كل التفاصيل كلها معانا مع زمياننا هناك سواء عمر أربع يسين أو حتى زمياننا كريم أحمد خبر كمان مهم جدا لكل بقى البراعم والناشئين خلال الفترة القادمة خدا إن شاء الله الأحد انطلاق اختبارات الناشئين في النادي الأهل هذا الخبر الكل بينتظره من السنة للسنة كل واحد عنده الموهبة وحاس أنه ممكن يكون لعيب كورة كويس بيروح بقى فترة الاختبارات في كل الأندية ما بقى لك بقى لما النادي الأهل بيعلم عن موعد انطلاق الاختبارات بالنسبة للموسم القادم موسم 2019-2020 الاختبارات كلها تقام على ملاعب النادي الأهل في مدينة نصف وتبدأ في الساعة السامنة والنصف صباحا على أن تم تحديد أيام متتالية خلال الفترة القادمة تبقى للمواليد السنية حسب محدده الكابتن فتح مبروك مدير القطاع مع مدرب القطاع خلال الفترة القادمة جداً الأحد والاثنين والسلساء على التوالي الثلاثة أيام الجايين إن شاء الله 14-15-16-7 أكون اختبارات لمواليد 2006-2007 على أن يكون يوم الأربع والخميس اختبارات والسبت كمان 17-18-27 لمواليد 2008-2009-2010 أيام الحد والاثنين والثلاثة الجاي اللي هو موافق 21-22-23-7 أكون اختبارات لمواليد 2003-2004-2005 على أن يكون نهاية الأسبوع القادم الأربع والخميس الموافق 24-25-7 اختبارات لآخر مواليد ومراحل سنية مواليد 2002 عملية بيع الاستمارات خلال هذه الأيام مستمرة أمام بوابات تفارع النادي في مدينة نصر سعر الاستمارة 50 جنيه كل التوفية رب لكل الناشئين والبراعم في كل محافظات مصر عشان إن شاء الله يكتازوا اختبارات النادي الأهلي ويكونوا ضمن صفوف قطاع الناشئين وليما لا إن شاء الله بعد سنة أو اثنين حسب المراحل السنية لها تختبر إن شاء الله يكون ضمن نجوم الفريل أول في الفترة القادمة وكل لعب يحقق حلمه كنجم في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة دي كانت أخبار النادي الأهلي لكن البطولة الإفريقية أخبارها بقى متعددة لأن عندنا دلوقتي تصريحات للمديرين الفنيين اللي بيستعدوا لمباراة الغد قطوا لكم بكرة في أربع مباراة تونس السنغال الساعة ستة على ملعب الدفاع الجوي ناجيريا وجزائر الساعة تسعة على استاد القاهرة الدولي ألان ناجريس المدير الفني الفرنسي للمنتخب التونسي اتكلم إن البداية بالنسبة لنصور قرطاج المنتخب التونسي ما كانش بالشكل المتوقع أو الملائم لفريق مصنف رقم اثنين في القرى الإفريقية واعترف ألان جريس في تصريحاته إن المنتخب التونسي لم يكن على المستوى المقمول من حيث الأداء النتائج نوعا ما تحسنت خلال الفترة الأخيرة لكن الفريق صعد في المركز الثاني بثلاثة نقاط بعد ثلاثة تعادلات ألان جريس قال إنه هو بيعلم كل شيء عن منتخب السنغال بحكم إنه سبق قبل كده لي إنه هو ضرب المنتخب السنغالي في الفترة الماضية لكن داخل الملعب فكرة إنه هو ضرب السنغال وعارف كل كبيرة وصغيرة داخل الملعب بيبقى شيء تاني خالص على عرض الملعب الأوراق بتتبعصر وعلى عرض الملعب كل شيء بيختلف فبالتالي قال إنه هو يواجه فريق قوي من أبرز المرشحين للفوزبا هذه البطولة وقال كمان إن الانتقادات التي توجهت أو التي وجهت له على المستوى الشخصي بالنسبة لألان جريس ما كانش بتشغله بالشكل اللي كان بيهتم بيها لأنه كان ليه طرجة أو اللي كان ليه هدف معين عايز وصله وهو شايف إن طالما وصل لمرحلة الدورنس في النهاية وصل للطرجة أو الهدف حسب ما تقاله بالضبط هناك إيه التعليمات أو إيه الظروف بالنسبة للمنتخب التونسي آلان جريس قال إنه هو كان لاعب وأصبح مدرب ويعرف جيدا حجم البطولات الكبيرة بالنسبة للمنتخب التونسي والمنتخبات التي تلعب فيه البطولات الإفريقية طيب في التوقيت ده أنا أرجع لأخبار النادي الآلي من تاني إنه خلاص اللايف جاهز معنا من أسبانيا وبالنسبة للمنتخبات ويعرفت